وننتقل لجلسة اللجنة العليا يوم السبت الموافق فبراير 1927 اللي صدر فيها قرار مهم جدا البدء حالا في بناء المدرج للحوش الجديد واعتماد صرف مبلغ 1200 جنيه لهذا الغرض في ميزانية السنة الحالية وتكليف حضرة سكرتير النادي بالاتفاق مع أحد المقاولين للقيام بهذه العملية وعرض الاتفاق في الجلسة المقبلة الحوش الجديد ده هو نفسه اللي بقى بعد كده استاد مختار التيتش وقرار اللجنة العليا كان بداية تأسيس الملعب وتطويره عشان يصبح لفترة طويلة جدا هو الملعب الرئيسي للأهلي ومنتخب مصر لغاية افتتاح استاد القاهرة في 23 يوليو 1960 وبالفعل بدأت الخطوات الفعلية لتطوير الحوش الجديد واتبرع عضو النادي المهندس علي لبيب جبر بالتصميم الهندسي للمدرج وعلي لبيب جبر كان من كبار المهندسين في الوقت ده اتخرج في مدرسة المهندس خانة وحصل على دبلوم العمارة بجامعة ليفربول ورجع مصر ليعمل مدرسا جامعيا ثم رئيسا لقسم العمارة بجامعة القاهرة ويعتبر من رواد العمارة المصرية وزي ما جيب محضر اللجنة العليا كانت ميزانية بناء المدرج 1200 جنيه لكن الفكرة كبرت وتقرر ان يكون المدرج اكبر من كده وكمان تقرر بناء شرفة ملكية يعني مقصورة زي ما بنقول عليها النهاردة الشرفة الملكية صممها ابناء النادي المهندس حسين صالح فندي والمهندس احمد حسني عمر فندي في الناحية الابلية الغربية للملعب وتولى المقاول محمود مختار صقر فندي بناء المدرج وتكلف 2500 جنيه وتولى المقاول حسنين احمد الخولة فندي بناء الشرفة الملكية وتكلفت 1200 جنيه وبالمناسبة محمود مختار صقر فندي كان من لعبي فريق الكرب الاهلي وسافر سنة 1922 يدرس بانجلترا ورجع مرة تانية وانضم لفريق الكرة سنة 1926 وكان احد لعبي منتخب مصر في دورة انفرس الولمبية عام 1920 ومع انشاء المدرج الكبير والمقصورة الملكية قررت اللجنة العليا احاطة الملعب بمدمار قانوني لألعاب القوة بطول 400 متر وعرض 8 متر وكان اول مدمار لألعاب قوة قانوني في القاهرة وتمت تغطيته بالرملة الحمراء بنسميها الحمراء اللي بتناسب سبقات العدو انتهى بناء المدرج الكبير والمقصورة الملكية ومدمار ألعاب القوة بعد سنتين وتم افتتاحه عام 1929 في وجود الملك فؤاد وابنه الأمير فاروق وكانوا قاعدين طبعا في المقصورة الملكية ترجمة نانسي قنقر